تظاهرات المحتجين على نتائج الانتخابات تدخل أسبوعها الرابع ونتائج العد والفرز اليدوي للصناديق المطعون بنتائجها تشارف على الاكتمال وكل النتائج مطابقة حتى الآن اعتلاف دولة القانون الذي يرأس زعيمه قوى الإطار التنسيقي أبرز المحتجين على نتائج الانتخابات يؤكد أنه سيقبل في النهاية بنتائجها وسيتوجه لتشكيل الكتلة الأكبر بتسعين مقعدا نحن في دولة القانون مع الإطار التنسيقي نلتزم بالأطر الدستورية والقانونية ففي حال المصادق على نتائج الانتخابات الوضع الحالي أكيد سنحترم هذا القرار ونلجأ إلى الخطوة التالية وهي خطوة تشكيل الكتلة الأكبر ومن ثم تشكيل الحكومة الحكومة الإثلافية كنموذج 2018 وما قبلها هي الخيار المطروح الآن لتفادي أزمة قد تهدد السلم الأهلي كما تؤكد مصادر عليمة اليو تيفي وهو أمر أكده أيضا خبراء وجدوا أن القوى السنية والكردية لن تقبل إلا بإجماع شيعي على شخصية رئيس الوزراء الذي ربما سيكون شخصية مستقلة يجمع عليها الفرقاء الكتلة السياسية ذاهبة باتجاه التوافق لأن لا مناص من المحاصصة والتوافق شيء آما بينها خاصة وأن اليوم المكون السني والمكون الكردي يبحث عن توافق شيعي فالخلافات الشيعية لابد لها أن تذوب وتؤكد مصادر من داخل كواليس الغرف السياسية نتفاوضا بدأ منذ مدة بين دولة القانون والكتلة الصدرية ما زال غير معلن قد يكون هدفه تأسيس اتلاف شيعي يجمع كل الفرقاء وخاصة قوى الإطار التنسيقي لإشراكها في الحكومة المقبلة مقابل تحقيق شروط للصدر قد يكون أهمها تحجيم دور الفصائل المسلحة في الفترة المقبلة بحسب هذه المصادر هذا وتترقب الأحزاب الخاسرة والرابحة مصادقة المحكمة الاتحادية للنتائج مع وساطات يقودها الحكيم لتهدئة الغاضبين قبيل الإعلان النهائي حيدر البدري يو تي في بغداد